هذا وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي عضوانها على قطاع غزة حيث ارتكبت مجزرة جديدة بحق المدنيين بشرع روشيد في غزة يأتي هذا العضوان وسط جدل كبير حول إعاقة قوات الاحتلال لوصول القدر الكافي من المساعدات الإنسانية للمدنيين بالقطاع حيث تشير تقديرات أممية إلى أن معظم سكان القطاع مهددون بالمجاعة في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن هدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكب المجازر في غزة حيث أصارت مجزرة شارع الرشيد في مدينة غزة جدلا واسعا فقد أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى للحصول بشكل عاجل على معلومات حول ما حدث في شمال غزة الخميس الماضي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماسيو ميلر قال إن الحادث يبرز الضرورة الملحة إلى التوسع في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع استدامتها ووقف إطلاق النار في إطار اتفاق لتبادل المحتجزين ولم يكن آلاف الفلسطينيين الجياع الذين توجهوا إلى نقطة لتوزيع المساعدات في مدينة غزة يعلمون أنهم سيلقون مصيرا مشؤوما جراء نيران قوات الاحتلال الاسرائيلي فهربوا منها وتعرضوا للدهس والتدافع ليسقط المئات منهم بين شهيد وجريح مجزرة شارع رشيد سقط فيها أكثر من مئة شهيد ومئات الجرحة أثناء محاولاتهم الحصول على الطعام من شاحنات انتظروها طويلا ووصلت أخيرا محملة بالدقيقة عند دوار النابلسي غرب مدينة غزة غالبية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة تدخل برا عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد أن تخضع للتفتيش من قبل إسرائيل تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن الغالبية العظمى من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة يهددهم خطر المجاعة خاصة في شمال القطاع وكالة الأمم المتحدة لغوص وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا قالت إنها أدخلت ما يزيد بقليل عن 2300 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال شهر فبراير وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 50% مقارنة بيناير المنصر جريمة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرأة ومسمع من جميع دول العالم ليزيد من جرائمه في الوقت الذي تعالك فيه الأصوات أكثر للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة